أنه نفسي جامحة متمردة عصية علي عصية وأنا الله يعينني على نفسي أكثر طبعا عرف لغيث التميمي شوف أستاذ نجم يعني أنا شخصيا من أكثر الأشياء اللي أعانيها من منظور كوني باحث هو التعرف على هالكائن اللي اسمه غيث التميمي فعلا أشعر بمعاناة حتى أفهمه أشعر بثقل يعني هذا كائن متمرد علي متمرد على كل شيء فأنا شخص أنه ولدت ببغداد وبظروف قاسية ولدت بحرب صارت صبي بحرب ولدت بالواحد وثمانين حرب بالواحد وثمانين صارت صبي عشر سنوات أكو حرب بالخليج بالألفين وثلاثة ها بعدها حصار بعدها ألفين وثلاثة حرب واحتلال وجرت يعني ما توقفت فما بين حروب ما بين غربة ما بين سجون شخص مشاكس متمرد على كل شيء لأنه الحياة اللي عشتها ما كانت طبيعية أصلا هي حياة كانت مارقة بالحقيقة حروب ومطاحن وظلم وقسوة بس بنفس الوقت أكو أكو إصرار على البقاء إصرار هذا إصرار العراقيين على الحياة وعلى البقاء إصرار كارثي يعني اللي عاش بغداد أيام الحصار ويذكر عنفوان الأمهات العراقيات وعنادهم على الحياة شلون يعجنن شلون يطبخن شلون يصنعن رغيف الخبز لأطفالهم عناد الآباء العراقيين شلون من اللاشي يخلقون حتى يجيبون رغيف خبز لأطفالهم يعرف بأن هذا شعب موسهل الطاق الموسهل احنا تعلمنا من هاي احنا ولد القسوة ولد زين اي فأنا شخص بالحقيقة إذا أريدت أعرف نفسي وأنا هسة يعني بالعقد الرابع ودخلت على الخامس يعني أولا ما أعرفني بشكل جيد لأنه دائما أنقل بعنا نفسي وثانيا أكثر صفة لا سقتني خلال هاي فترة حياتي هو التمرد على ذاتي وعلى كل شيء طيب في أي لحظات تعرفت فيها على نفسك في أي موقف في أي زمن في أي حقبة يعني شوف أرجع أقول لك كاني ما أعرف ذاتي لحد هاللحظة بس مثلا في مرحلة التعليم بالمدرسة حبيت المدرسة يعني من شنة هيت شيء أشيء للجنطة وأروح للمدرسة أحس مثل اللحظة بديتك تشف أنه أنا موجود أنه أنا موطف العادي بالبيت أنه أروح للمدرسة وأكو مدرسة وأكو معلمين وأكو استفاف وأكو كتوب وأستلم تخص إليك دور بالحياة فشانت يمكن أول لحظة تتعرف على نفسي دفاتري وأقلامي وكتبي كانت مهمة بحياتي اللحظة الثانية هي اللحظة اللي لبست بها عمامة كانت لحظة فشي صعب يعني أنه أنت تجي تشوف تلبس عمامة وصير أنت الموجود بهاي بها سنة اللي بست عمامة بالسبعة وستعين ثمانة وستعين فتحس نفسك كتب هاي اللحظة مع السبعة وستعين ثمانة وستعين بس تنتمي كأنما إلى ألف سنة لي وراء يعني كأنما رجعت إلى الوراء تمشي بالشارع وكأنك يعني قطعة من الماضي تطل على اللحظة خطيرة خطيرة تجي أنت ترتقي المنبر فتجلس الناس بمستوياتهم العلمية والثقافية وأعمارهم وغيرها يسمعون لك تصلي ويصلون وراك يعني فد مشهد كبير أن تقف أنت إمام للناس بين يدي الله فد قصص كبيرة أيضا كانت فد لحظة مفاجئة بحياتي كنت إماما للناس ايه طبعا متى أميت نفسك يعني أرجع أقول لك أنا شخص حتى في البايو مالتي بالسوشال ميديا كاتب أنه أنا ابن الأسئلة يعني أنا شخص حلو هذا التعبير ايه أنا شخص يقتني الأجوبة يعني أي شيء أحب أتعرف عليه بس باللحظة اللي أعرفه وأفهمه خلص أغادره ما أقدر أحبه بعد ما أقدر أتعايشه أعبرا فابن الأسئلة فكله ما أكتشف شيء خلص يعني يصير من الماضي ما أقدر أقول لك اكتشفت نفسي يعني أو أميت نفسي لأنه نفسي جامحة متمردة عصية علي عصية فضلا عنا اللي يعين أهلي اللي يعين ناسي اللي يعين أطفالي اللي يعين أصدقائي كلهم متعبين بي وأنا اللي يعينني على نفسي أكثر طبعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر